تساء صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تواصل اليوم اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة بيان الحكومة اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي للتناقش مع الوزراء حول بنود برنامج الحكومة وكانت اللجنة قد طالبت الحكومة في اليوم الأول من اجتماعاتها بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية بما ينعكس بشكل مباشر وسريع على رفع مستوى معيشة المواطنين وطالبت اللجنة الحكومة بالتحسين المناخ الاثثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ومراجعة الرسوم والضرائب المفوضة على الأنشطة الصناعية وكذلك إذالة كافة المعوقات الأخرى الطاردة للاتثمار أعلن مصدر رفيع المستوى أن مفاوضات التواصل لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل ستتواصل اليوم بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري للتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف وأضف المصدر أنه تم عقد اجتماع رباعي بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي ترأس وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها ثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة أعرب جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض عن تفاؤل حذر من جانب الولايات المتحدة بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وقال إنه من الممكن تضيق الفجوات بين الجانبين وأضف كيربي أن بيرتا ماجروكا المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ومدير وكالة المخابرات المركزية بيل بورنز يحاولون تقريب وجهة النظر بين الجانبين أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه أنهى عملياته في حي شجعية شرق مدينة غزة بعد نحو أسبوعين من القتال وزعم بيان لجيش الاحتلال أن قواته دمرت ثمانية أنفاق وقضت على عشرات العناصر التابعة لحركة حماس يأتي هذا في الوقت الذي نزحت فيه عائلات فلسطينية إلى وسط قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على المنازل في شمال القطاع تبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني القصف العنيف على طول الحدود وأوضحت مصادر اللبنانية أن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات العديسة وعيت الشعب ورمية تزامنا مع تحليق الطيران الاستلعي والحربي وخرق جدار الصوت في أجواء الجنوب ومن جانبها أعلن حزب الله إطلاق مصيرات انقضادية انفجرت في الجولان المحتل ما أدى لوقع إصابات في قوات الاحتلال كما أعلن الحزب استهداف مستعمرة شتولة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل اللبنانية أعلن قادة دول حلف شمال الأطلنطي الناتو أن العلاقات الوثيقة للصين مع روسيا تسبب قلقا عميقا للحلف وقال قادة الحلف في إعلان صادر عن قمتهم في واشنطن إن الصين أصبح تعامل تمكين حاسب لروسيا في حربها ضد أوكرانيا من خلال ما يسمى بشراكة بلا حدود معها ودعمها الواسع النطاق لقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يأتي هذا في الوقت الذي تعهد فيه قادة دول حلف منح أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال العام المقبل لمساعدتها في القتال ضد روسيا ختم مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر